طالب قانونيون ومختصون بالتحليل النفسي شمول تجار المخدرات بقانون مكافحة الإرهاب لإلحاقهم ضررا خاطرا بتركيبة المجتمعية وعناصر تماسكها بأرقام صادمة لحالات الانتحار والاقتصاب والقتل والجريمة المنظمة وتتصدر البطالة أسباب لجوء البعض إلى المخدرات التقول رئيسة منظمة نقاها ومكافحة المخدرات إناس كريمة أن تأثير المخدرات على المجتمع يبدأ تصاعديا بداية بالضغوط النفسية التي يتعرض لها العاطل عن العمل مرورا بالتعاطي وإدخال المجتمع بمواجهة مع الأفات السلبية التي ستؤدي لانهياره وتلتقي وجهات نطر المتخصصين عند ضرورة إنقاذ الشباب الذين يثبت ورطهم بتعاطي المخدرات من خلال إعادة تأهيلهم كونهم الفئة التي يستهدفها الإرهاب النعم المسؤول عن إدخال وترويج المخدرات بتزامن مع انتشار البطالة والأعداد المخيفة للخرجين العاطلين عن العمل ترجمة نانسي قنقر